التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة حوارية بعنوان أقليم من الفرص من البحر المتوسط لبحر العرب وذلك خلال أعمال منتدى رايسينة المنعقد في العاصمة الهندية نيو ديلهي وأشار وزير الخارجية إلى أسعي شعوب المنطقة للتكامل مع العالم والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن بحكم موقعها الإستراتيجي وتنوع علاقاتها وشركاتها مستعرضا جهود مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية كما تطرق لأبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي مشيرا إلى أهمية تجنب تسيس موضوعات التغير المناخي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة جعل روسيا تدفع ثمن العملية العسكرية في أوكرانيا وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بايدن وشولتس عقد اجتماعا خاصا في المكتب البيضاوي وتركز نقاشهم على أهمية استمرار تضامن عالمي مع شعب أوكرانيا والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا قال البيت الأبيض إن الفحوص التي أجريت على عينة أخذت من الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي أكدت وقود ورم جلدي تمت إزالته من صدره وأوضح طبيب البيت الأبيض كيفين أوكنار أن الورمة كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية مشيرا إلى أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاحة وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي فيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار الرعاية الصحية المستمرة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين يمثل القضية الجوهرية في تونس وخلال اللقائه وزير شؤونه الاجتماعية قال الرئيس التونسي إن هناك من وصفهم بالأعداء الذين يتربصون بالشعب التونسي مشددا على أنه قد أن الأوان المحاسبة باعتبارها مطلبا مشروعا للشعب التونسي كما أشار الرئيس التونسي إلى أن هناك من يتحالف مع من أراد الإفلات من المحاسبة على حد تعبيره حصد الرومان المصريون تسع مديليات في مختلف المراحل ببطولة الجائزة القبرى التي تقام ضمن منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية التي تصطدفها مصر في الفترة من الثاني وحتى الخامس من مارس الجاري وفي منافسات اللجال السينيور سيطرت مصر عن مراكز الثلاثة الأولى حيث حل صلاح قاسم في المركز الأول محققا الميداليا الذهبية وفاز المصري هاري فارتان بالمركز الثاني والميداليا الفضية وحصد عمر أبو العزة المركز الثالث محققا البرونزية وتألق ثلاثة الناشئين المصري في المنافسات حيث فاز مصطفى قراني بالمركز الأول وياسين ماضي بالمركز الثاني وطلعت ماضي بالمركز الثالث بعد منافسة شديدة بين الأخوين ختم مجزئات ساعة وعودة مرة أخرى إلى مصطفى وبسنت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر